سوريا تشارك للمرة الأولى في تحدي القراءة العربية بدعوة وتنظيم من الإمارات العربية المتحدة وسجل في التحدي مشاركون من مختلف المحافظات السورية وأيضا من الأرياف وأيضا من المناطق التي تم تحريرها حديثا من الإرهابيين وأيضا وصول إلى مناطق محررة حديثا ضمن التجهيزات التي شهدتها الإمارات شارك فيها طلابنا شارك بهذه التحدي القراءة وسوف يتم إعلان النتائج بشهر تشرين الأول في الإمارات ولحتى نحكي أكثر عن المسابقة لحتى نحكي أكثر كيف تم تجهيز طلابنا أديش الأعداد ومن هم الطلاب المشاركين بصرنا رحب بمنسق سوريا الأستاذ علي عبد صباح الخير صباح النور سلامة وأهلا وسهلا الله سلامك رمضان كريم يا صد صباحك وأهلا وسهلا فيك نحكي عن المسابقة حدث كثير مهم كيف مهم موجود سوريا بهذه المحافظة الدولية خلنا نرجحك على بدايات المسابقة ونوصلنا لهلأ بأي مرحلة طبعا نحن هلأ هي نحن قسنا ما بدأنا هلأ بالاختبارات أو بالتصفيات نحن هلأ ما زلنا عم نستقبل طلاب مشاركين بهذه المسابقة نحن مثل ما تعرفوا بدأنا بشهر 11 ولما بدأنا بالمسابقة التقينا وحكينا على آلية المسابقة وهي بتوضيح بسيط هي جوازات تحدي في الأحمر الأزرق الأخضر الفضي لا يوصل للدهبي بيكون أريان 50 كتاب كل جواز هو 10 كتب كل ما بيخلص 10 كتب بيأخذ تأشيرة لجواز الثاني لا يوصل لجواز الدهبي بيكون أريان الطالب 50 كتاب لا يدير يفوت بالتصفيات نحن طبعا من لما أعلننا على المسابقة تم دعين من المنسقين بالمحافظات ومنسقين بالمدارس وخلال هذه الفترة كان عدد الإقبال كتير كبير من المشاركين كان عندنا بكل المحافظات والجميل أيضا كان فيه عدد كبير من المحافظات التي تعرضت للإرهاب مثل إدلب دير الزور الرقة الحسكة هذه المحافظات كان فيه عدد كبير من المشاركين هذا مؤشر أنه شبابنا هنا المقبلين على الحياة أنه شبابنا هنا المثقفين بدأنا بهذه المسابقة وهلأ مكملين إن شاء الله لحتى وصلنا حضرنا اجتماع لمنسقي هذه المسابقة بالإمارات وتم تحديد روائز لتصفيات تم تحديد روائز دا كل المرحلة ممكن نأهل فيه الطلاب للمرحلة القادمة نعم أعداد كبيرة مشاركة من الطلاب مثل ما ذكرت حضرتك يعني في مئة وستين ألف طالب مشاركوا من إدلب عفوا تماما على المستوى على المستوى تمام شارك أربعمية وسبعة وثمانين طالب ومن إدلب ومئتين ودعش من الحسكة بالإضافة لأربعة واربعين مشارك من القنيط وخمسة وخمسين من درعة إلى جانب عدد كبير من الطلاب يلي تم إدخالهم إلى النظام الإلكتروني إلى المسابقة يعني بالمجمل مئة وستين ألف طالب شاركوا من مختلف ألف هذا الحكي هذا المئة وستين ألف هلأ اليوم عملنا أبديت على هاي هنحنا وصلنا لحدود لحدود المئتين ألف ولكن نحنا في عنا مئتين ألف مشارك في عنا بحدود الخمسين ألف يعني خمسين ألف اتنين وخمسين ألف اللي يدخلوا الكترونيا على السيستيم يفترض المئتين ألف كلهم يدخلوا الكترونيا على السيستيم عنا بحدود العشرة آلاف مشارك أنهوا خمسين كتاب يعني عندي عشرة آلاف طالب صاروا جاهزين هلأ للتصفيات هذول المشاركين اتفقنا مع المنسقين أن تكون الكتب منوعة لأنه اليوم ليس فتنة بهذه التصفيات هناك شيء على مستوى المدارس على مستوى المدارس من كل مدرسة سيأهل 3 طلاب هؤلاء 3 طلاب في لجنة تحكين بكل المدارس ستكون موزعة خلال نهاية شهر وزير التربية نحن والسيد وزير التربية أن يكونوا من كل محافظة تحكم بمحافظة ثانية رح يكون في عنا ثلاث طلاب من كل مدرسة يشاركوا على مستوى المحافظة من كل محافظة رح يتأهل معنا من 8 إلى 10 اللي يشاركوا على مستوى الجمهورية العربية السورية على مستوى الجمهورية خلال شهر حزيران رح يكون يمكن 11-12 حزيران رح يكون التصفيات على مستوى الجمهورية التصفيات هي مو بس للطلاب رح يتأهل معنا 100 طالب اللي يشاركوا على مستوى الجمهورية بالإضافة رح يتأهل معنا 5 مدارس متميزة بالإضافة رح يتأهل معنا 5 منسقين على مستوى المحافظات متميزين هذول 5 منسقين وال5 مدارس وال100 طالب رح يتباروا ليطع معنا 10 طلاب رح يطلع معنا مدرسة متميزة ورح يطلع معنا منسق متميز هذول اللي كلهم رح يرافون طب المنسق كيف تم اختياره؟ هلأ ما تم اختياره في لجنة على مستوى الجمهوري رح تكون في لجنة تجي من الإمارات العربية المتحدة هي رح تختبر ممكن أن يكون المنسق غير سوري؟ لا 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 لازم يكون في منسق من سوريا لحتى ينافس على المستوى العربي كأفضل منسق على المستوى العربي أنا عم بحكي عن منسقي المحافظات بالإضافة للطلاب رح يكون في عنا عشر طلاب رح يتأهلوا من ضمن العشر رح يكون عنا بطل الجمهورية هدول العشرة رح يرافقنا للإمارات العربية المتحدة لحتى نشارك بالتصفيات على المستوى العربي ولكن العشر طلاب هدول اللي رح يفوزوا على مستوى سوريا العشر هدول لهم جوائز جوائز قيمة كمان والمنسق الفائز على مستوى سوريا أيضا له جائزة قيمة والمدرسة إلى جائزة قيمة نحن عم نشتغل على ثلاث جوائز هدول المشاركين الثلاثة المدرسة المتميزة والمنسق المتميز والفائز بالتحدي هدولي رح ننافس فيهم على المستوى العربي الجميل أنه المشاركين في حماس كبير عند الشباب في عنا ثقافتهم عالية يعني اليوم في عنا المرحلة العمرية ببلش من الأول الابتدائي للثالث الثانوي كثير يجدنا أسئلة أنه اليوم أنت كيف طالب صف أول ابتدائي بده يتنافس مع طالب بكالوري أو ثالث ثانوي طبعا نحن كل مرحلة عمرية في إلى شروط بعدد الصفحات يعني من الأول للرابع ممكن يكون مثلا الكتاب من 10 إلى 25 صفحة من المرحلة الثانية بتزيد عدد الصفحات لنوصل البكالوري فكل مرحلة إلى عدد صفحات إلى عدد صفحات وإلى ستايل بالقلاة تماما تماما إلى عدد صفحات وإلى روائز محددة يعني نحكي عن مصابقة ضخمة كتير نحن متعودين بالمصابقات لعشر أشخاص يكونوا الآن نحكي 200 ألف ويمكن يكونوا أكتر قداش بدهم متابعا هذا العدد وبنا نسأل عن يعني نحن وصلنا لعشرة رح يسافروا على الإمارات طب شو التحدي اللي بده يكون هو مقالات ممكن يكتبوها مناظرات ممكن تكون أو عدد كتب فقط أنه هنا نأروه هو الطالب اللي رح نبلش بالمرحلة الأولى رح يكون في معه رح نعطيه خمس جوازات تحدي جواز هو بيكون بحجم جواز السفر كل جواز هي عشر ورقات كل ورقة بده يلخص عليها كتاب رح يكون معه خمس جوازات بالخمس جوازات بيكون ملخص فيهم الخمسين كتاب هذول الجوازات رح يرافقوا بكل المراحل رح ينتقل من على مستوى المدرسة لعلى مستوى المحافظة على مستوى الجمهورية رح يطلع بعدها يشارك على المستوى العربي مع هذول خمس جوازات النقاش والحوار رح يكون ضمن الكتب اللي هو إريانون بالإضافة لطريقة الإلقاء بإضافة لقدش هو فهمان ومدرك لهذا الكتب بإضافة لفصاحة والخطابة وقوفه قدام لجنة التحكيم لجنة التحكيم على المستوى العربي هي رح تكون من أسماء كبيرة على المستوى العربي من نجوم على المستوى العربي نحن بعد يعني بعد ما نخلص من تصفيات على مستوى الجمهورية رح يكون في حفل ختام لتتويج أبطال التحدي على مستوى سوريا وهذول اللي رح يكونوا كمان رح يشاركوا بشهر عشرة على مستوى العربي بالإمارات ولكن فيه برجع بقالك فيه روائز محددة لهذول الطلاب فيه لجان تحكيم مهمة رح تكون هي عم تقيم هذول الكتب اللي يريانينهم نحن طبعا اتفقنا مع طلابنا أنه تكون الكتب منوعة لحتى يكون ثقافتهم منوعة لأنه الهدف الأساسي من هاي المسابقة ومثل ما بتعرفي هاي المسابقة هي أكبر مسابقة على المستوى الوطن العربي عم تنظم الإمارات العربية المتحدة وهي موسمة السادس نحن أول مرة سوريا من شارك وشاركين بهذا الزخم وبهذا الحماس وإن شاء الله معولين على شبابنا أنه نحصل على جوائز قيمة تماما أستاذ علي خلينا نحكي كيفية لو نرجع شوي بالكلام كيفية الترويج إلى القراءة إن كان بالمدارس بمسابقة القراءة بين كان بالمدارس إن كان يمكن بين الطلاب يعني أديش تعبنا اليوم لحتى نحن قدرنا نقنع الطلاب بالفكرة يعني في جيل هذا الجيل يمكن بيقول لك لا أنا بدي أعود على الموبايل أنا بدي ألعاب أنا بيهمني أعود مع رفقاتي أنا بيهمني ما بعرف شو أعمل يوم شوي بعدنا عن الكتب اليوم نحنا كيف قدرنا نحب نرجع الطالب بكتابه كيف خلين قنعنا عدد كتير كبير بالآلافات إنه هنا نيمسكوا الكتاب ويتحدوا على مستوى دولي بصراحة نحن واجهنا بعض التحديات اللي منظمنا هي توافر الكتاب بكل المدارس يعني النقطة التانية اللي هو الواقع يعني الواقع الكهرباء والإنترنت وكذا بتعرفي هو فيه سيستم برنامج بده يدخل المشرف على السيستم ويدخل بيانات الطلاب بكل مدرسة بصراحة نحن لما أعلننا على المسابقة وشفنا أعداد كبيرة من المشاركين بلشنا نشوف أنه هدول الطلاب كيف عم يتابعوا كيف عم يقروا لقينا أنه فعلا في نسبة قراءة كبيرة يعني الطالب اليوم نحن منقول أنه اليوم الشباب ما عد حدا عم يقرى كله عم يمسكوا الموبايل تماما بتجينا على الأرض يعني هذا اليوم استبيان حتى إلنا جينا على الأرض لقينا الطلاب المشاركين بهذا التحدي عم يقروا عم يطالعوا عم يتابعوا في كتاب حاولنا طبعا بالتعاون مع مديريات الثقافة أن نأملهم الكتاب عن طريق مديريات التربية مديرية المكتبات كمان أمننا الكتاب باللغة العربية باللغة العربية طبعا هو تحدي القراءة العربي تماما بالخيط عم أكيد بنا نشكرك كثير لوجودك معنا وأكيدنا نتمنى التوفيق لفريق سوريا بالمشاركة بهذا التحدي اللي هو كتير مهم ومثل ما ذكرت حضرتك ثلاث مرة يقام ولكن سوريا أول مرة عم تشارك نعم إن شاء الله نحن معولين خلال الفترة اللي عم نشوف فيه الشباب عم نلتقي معهم بشكل يومي عم نشوف فيه إمكانيات كبيرة شبابنا مثقف شبابنا واعي شبابنا مدرك ولا خوف على مستقبل سوريا إن شاء الله أكيد أستاذ علي عباس نحن كتير بدنا نتشكرك وأكيدنا نعطرين النتائج الحلوية اللي بترفع الرأس اللي متعودين عليها من طلابنا وأبنائنا السورية شكراً كتير شكراً